السعودية الناس الشايفين هذه الآن والناس اللي يتكلموا فيها بلد ما كان لا كان فيها ظلط ولا ناس اكتشفوا بترول كويس ولا فيها أراضي مطرية ومروية وسافنة ولا فيها مراعي ولا فيها ثروة حيوانية ولا فيها معادن الكلام ذا كل ما فيه لكن ربنا سبحانه وتعالى بفضل دعوة التوحيد ربنا سبحانه وتعالى رفع هذه البلد وصارت قبلة للمسلمين وصار كل من أراد أن يحسن حتى وضعه الشخصي خرج وهاجر وبحث عن الشهادة أو عن العمل وصنع له زي ما بقولوا يسمى شنو الزيارة ولا شنو كويس ومرك وماش يشتغل هناك ده كله بسبب شنو ده بسبب التوحيد نحن والله في السودان ما ينقصنا إلا أن نخلص الدين والعبادة لله سبحانه وتعالى ولا يغير ذلك إلا إنسان شاب وعي فاهم لا دينه ليس إنسان بهيمي همه الكبير أن يحيا وأن يقرأ وأن يتخرج وأن يأكل وأن يشرب وأن ينكح وأن يلعب وأن يسمع الغناء وأن يفعل وأن يفعل من هموم الناس الهابطة إلا من رحم الله لكن دي أخواننا رسالة لأي زول موجودة الآن يسمع هذا الكلام أنه دي أخواننا دي رسالة للناس كل هؤلاء الناس فشلوا وكل هؤلاء الناس كانوا سبب في ضياعك أنت وكانوا سبب في تأخرك أنت وكانوا حاجز وحاجب بينك وبين أن تكون إنسان مقدم وإنسان تمش لي قدام ولن ينصلح على الناس ناس بيتكورك رشاوي ناس بيتكورك شكاية في شغل الناس بيتكورك في محسوبية الناس بيتكورك في مشاكل عنصرية الناس بيتكورك في مشاكل اجتماعية الناس بيتكورك في فقر الناس بيتكورك في أكل الناس بيتكورك في حروب كل هذا لن ينصلح إلا بالرجوع إلى هذه الدعوة الصحيحة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نرجع بالناس إلى ألف وربعمية سنة حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكون وهذا لا يمنع أن الإنسان يقرأ وأن الإنسان يتعلم وأن الإنسان يتقدم في أمور دنيته ما أفضل سأل الناس فيه متى عشان ما يكون الغباء بتاع التنظيمات اللي قاعد تتكلم جيك واحد هنا بعد نقول له الكلام ده كله يجيك مفنوس ها حس انت بتتكلم بالمايك ليه عشان انت تزال انت ما عارفني من قبل قاعدا بحلجنه هس أنا جيت قلت ليك قلت ليك ما تأخذ بسبب من أسباب تقدمك المادي أنا جيت قلت للناس يا أخوانا راح يلا همور قفلوا الداخلية نقفل الجامعة جينا دعونا الناس يا كده جينا قلنا ليك خليك إنسان عندك عقيدة خليك إنسان عندك اعتزاز بيدينك وادخل إلى هذه الحياة والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم أو قال أدرى بشؤون دنياكم أعمل في دنيتك الدائرة فهمت؟ لكن في أمر الدين الواجب عليك أن تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قتلت وحرق لأنه في ناس دائرين الدين دا دائرنا الدين لما يكون ما في مشاكل ربنا قال ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على تقلب فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة إن قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري قال سبب نزول هذه الآية أن الرجل من أهل قريش كان إذا نتجت إبله يعني ولدت وولدت زوجته غلاما قال هذا دين خير وإن ولدت امرأته أنثى ولم تنتج الإبل قال هذا دين سوء كويس نحن دارين يا أخوان إنسان يعتز به دينه ويصبر على دينه ربنا قال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ربنا قال ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ربنا سبحانه وتعالى قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ربنا سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله بالله يشوف الأوقات الحرجة التي مر بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأنهم ما نجوا من أعداء الله ومن أعداء الأديان التي شرعها الله سبحانه وتعالى ما نجاب منها خيرة الناس رسول الله ولذلك يا أخوان الدين دا ما بيجي بالدهنس زي ما بقوله الدين دا بيجي دا يرليه ناس رجال ربنا قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله الإنسان يكون مع الدين حيث ما مال به الدين يمل الإنسان يكون مع الدين يزن به الأمور لا يزن الدين بالأمور في إمتى؟ أنت كده بتكون إنسان ثابت في الدنيا والآخرة وتكون إنسان لك الأمن في الدنيا والآخرة ولك الهداية في الدنيا والآخرة منبرنا دا والمنبر والمواضيع كثيرة جدا ممكن الناس تناقشها دي أهم قضية وأول قضية دارين نفتتح بها المنابر وإن شاء الله نعيد الناس إن شاء الله في مقبل الأيام ومقبل المنابر إنه ستشهد كثير من مناقشة الأفكار ومن الأحداث ومن غيرها من الأمور ممكن نفتح فرصة إذا في إنسان دار يدخل للمداخلات أو الحوار والنقاش طيب الفرصة مفتوحة المداخلات فرصة مفتوحة المداخلات في تعليق هنا بس دار أخليه لو في مداخلات ولو ما في ممكن نعلق عليهم فرصة مفتوحة طيب دي جريدة الانتباهة الأربعاء وواحد وعشرين جماد الآخرة الف وربعمائة سبعة وثلاثين الموافق تلاتين مارس الفين وستاشر تعتليلة مج؟ طيب في حادثة غريبة جدا قال أنصاري موسين يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام وأثنى على المهدي وطبعا ده يا أخوانا كما يقال بالعامية ده اسمه كسير شنو؟ ده كسير الدين ذاته ده ما كسير تلي والله دازول بيكسر دينه يبيع دينه من أجل دنيا غيره دازول قاعد يبيع فيه دينه بس قال قال اقتحم موسين يدبع لطايفة الأنصار مؤتمرا صحافيا بدار حزب الأمة أمس وأصر أن يسرد على الحضور من القيادات السياسية والصحافية تفاصيل رؤية قال إنه رآها في المنام مصير عمك إنه لازم قال أصر في أمتى ركب رازي ما بقوله طيب قال طيب نشوف نظامه جنو قال ونقل للحضور ده بيقى صحابي تخيل بكلامه اللي بيقول فوقه ده في امتى ده لازم الفعل بتاعه قال ونقل للحضور أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءوا في المنام وأثنى على رئيس حزب الأمة وزعيم طايفة الأنصار الإمام الصادق المهدي وأكد المسين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره أنه يعادي كل من يعادي المهدي أنت أي واحد فيكم الليلة اللي يمشي يتوب يمشي يرجع لي الصادق المهدي يمشي يدفع ليه سكوك بتاعت غفران عشان المهدي يرضى عنك عشان الرسول في زعم هؤلاء الناس يرضى عنك شوف يا أخوانا الدين في السودان دي ما عبودية ودي لأهلنا يا أخوانا الطائفة بتاعت الأنصار دي ممكن يكون ذاته من أهلي دي لأ الناس اللي بيحلفوا بالمهدي يقول لك وحات المهدي وخليفته وصابونت وليفته فهمت والله دي الناس يا أنا ذاتي شوف الكلام ده كيف الكلام ده سببه شني يا أخوانا ده سببه غلو ده في المهدي وما لو جاك زول منها للبيت تسوي شنو ده الصادق المهدي والبيقول ينبغي إعادة قراءة آيات المواريث وإنه المرأة مضطهدة كويس ويطعن في الشريعة عنده كتاب اسمه العقوبات الشريعة في العقوبات الشرعية أو حاجة زي دي طعن فوقه في كل الحدود الشرعية حد الزنا وحد السرقة وحد الردة وغيرها من الأمور كلها طعن فوقه في إمتى وبعده قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنه أيه يزول بعاد المهدي هو عدو يحدك يضيب ساكن طيب أنا بكرة لو حلمت قلت لك أيه يزول بعاد المهدي الرسول قال أنا بحبه دي تحلها كيف تحلها كيف دي في إمتى وده يا أخوان ده من اللعب وده في النهاية دي دي أنا بعتبره دي عبارة عن شغل بتعصوفية بس طيب الفرصة مفتوحة المداخلات ولا زيلة فرصة مفتوحة فرصة مفتوحة فرصة مفتوحة المداخلات السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله في إشكال بسيط قد يريد من كلام الشيخ شهاب إنه بيقول الدولة السعودية طيب ما ممكن يجيك واحد علماني يقول لك كمان إسرائيل شنو دولة متقدمة وهي دولة علمانية أو دولة يهودية فالإشكال له كيف نحن لما تربط التقدم بالدين كمان اليهود متقدمين فالفرق شنو طيب التقدم يا أخوانا للمسلمين مربوط بالدين كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله ودشي مشاهد بالنصوص ومشاهد بالتاريخ المسلمين لما مسكين دينهم مالكان المسيطرين على الدول كلها بلاد المسلمين من ناحية جغرافية أكبر من بلاد التي تعتبر الآن متقدمة يعني المسلمين لما كان مسلمين متمسكين بدينهم وصلت بلادهم وحدودهم إلى ما لم يصل إليه جميع الأفكار الموجودة الآن يعني أمريكا دي كلها مع كبارها لا يمكن أن تصل دولة الإسلام التي شملت الجزيرة العربية ودخلت في فرنسا ودخلت إلى الهند وذهبت إلى المغرب وذهبت شرقا إلى الصين ما حصلتها ولا الاتحاد اتحاد الجمهوريات السوفيتية ما حصل فهمتها والمسلمين لما كانوا متمسكين بدينهم النبي عليه الصلاة والسلام قال قال يوشكوا أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السين ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكرهية الموت فنحن كمسلمين التقدم عندنا مربوط بالدين مربوط بالدين أما الكفار إذا حصل لهم نوع من التقدم فهذا من باب الفتنة لهم واليهود ما بتلقى عندهم دولة مستمرة ولا بتلقى عندهم أمن مستتب ولا بتلقى عندهم ما عند المسلمين من الاستقرار ومن الأمن ومن الطمأنينة ما يوجد عند المسلمين إذا راجع المسلمون دينهم وتمسكوا بدينهم ولذلك داشي مشاهد يشاهدوا الواقع ويشاهدوا التاريخ طيب هنا قال في واحد بيقول إن التصوف كالمذاهب الأربعة طيب يا أخوانا المذاهب الأربعة هي اجتهادات لعلماء وصلوا مرتبة الاجتهاد وهي أن يصل الإنسان إلى حفظ القرآن والسنة النبوية أو قدر عظيم منها ويعرف من لغة العرب ويعرف الناسخ والمنسوخ ويعرف من أصول الفقه ومن العلوم ما يستنبط به ما يحدث من النوازل الشرعية فكان أبو حنيفة وصل إلى هذه المرتبة وصارت عنده أصول والإمام أحمد وصل إلى هذه المرتبة وصارت عنده أصول لكن كل هؤلاء الأئمة يتفقون على توحيد الله المذاهب الأربعة ما فيها خلاف العقيدة ما فيها خلاف الإيمان بالله أو الإيمان بالرسل أو الإيمان باليوم الآخر أو الإيمان بالملائكة أو غير من تفاصيل الإيمان الاختلوا فيها الناس اليوم في إمتى؟ المذاهب الأربعة ما فيها خلاف وإنما الخلاف في مسائل يسوغ فيها الخلاف دي المذاهب الأربعة ولذلك بتلقى فيه عندها اتفاق أما التصوف فهو مخالف للإسلام من أصله هل بتلقى عند أبو حنيفة إنه يجوز تنادي رسول الله هل عند الإيمان مالك بيجوز تنادي الشيخ من دون الله الإيمان مالك بيقول إن الإنسان إذا ذهب إذا ذهب إلى الحج أو العمر ونوى أن يذهب إلى المدينة فتكون نيته على أنه يزور مسجد رسول الله لا قبر رسول الله ابتداء فإذا جاءت زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم تكون الزيارة تبع وليست أصلا ده الإيمان مالك هذا ده في الصوفية فيه كده يمشي قول للصوفية الكلام ده يطلعوك إنت كافر أو إت زي ما بيقول الجفري هؤلاء عندهم حقد حقد على النبي صلى الله عليه وسلم عندهم حقد الله يحق عيونك عندهم حقد إنت خشيط في قلوبنا هذا من حماية التوحيد في إمتى ده من حماية التوحيد إنه ما في لعب فيمتى تمشي هناك بتلقى في وهابية تميدي إيدك هناك بتدوك صوت رجع طوال يا جفري فيمتى والسنة دي مجهزين للشيعة في حاجة يسمى واتامين الحج وده موضوع طويل جداً ما بتقدر عليه إنت أمشي كوريك بغادي في غنات إقرأ وخليه جيبوك مع المدبرجات وستات الشاي لكن هناك ما بتقدر يا كلب الجفري الجايدة فيمتى ما بتقدر تقلد بك هناك وأمشي قلها ده بك أمشي هناك أقول لهم وهؤلاء عندهم حيجت عندهم الله جداً ما تحصلها أمشي قلها ده بك هناك وأبوك الشيخ هنا أبوك الشيخ تلقى وعمل له طريقة وحيران واحد مما يشوف الشيخ يشيل كوراعة فيمتى ويخدها في ظهره واحد يشيل مركوب الشيخ واحد يجيب لتة باروكة وفيواحد يم يتبركوا بالترابة المشافة وقوليستيقى العربية فيمتى مما يحصلوا المطار الشيخ بيقول لهم طبعاً أخوانا الحركات دي من بور سودان وغادي مما يقول لهم الآن حصلنا الحدود السودانية السعودية بيقول لهم طبعاً أخضر ما فهه السبحة دي بالله أخدتها تحد لأنه هناك لو لموا فيك عندك سبحة ولا شايل لك بخرات ولا شايل لك حجبات والله الله يعوضك تاني في روحك تاني بتبقى في العزيزة دي طوالي بيقول لك إيش هذا يا رجال شرك طوالي بدخلوك للناس الهياء وده الغايزة العلمانين كلهم ها وده شغل محترم ونحن ربنا سبحانه وتعالى إن مكننا في البلد دي وين يا ظل والله شغل دي نجيها لك جيها والله نشتغل لك شغل مجيها جداً أي قبة دي طوالي في وات خاصة بالقباب في متى؟ القباب دي كلها بفرتقة لكن لما نمسك البلد نحن عاسم أبنى أبنى فجر ده شغل داعش إلى الآن نحن ما أبنى بيش حاجة لكن لما نمسك لما نمسك البلد دي انت قال بنجيك بالنية بنجيك بالنجيضة والله فكي نلقاوه نركبه بسطونة لما يتكيف تقول لي لا ده أبو يا شيخ ياخ ما تضربه ما تضربه أبوك الشيخ ده بنتوبه ثلاثة يوم توب يا ظل ما بتوب توب ما بتوب بعد داك لو تاب بنتديه ركشة ولا حاجة يمشي يشتغل زي وزي الرجال ما قاعد يقيل أدبه طوالي السيف بيشتغل الله يا سيف كمان بنجيبه له من بني شنقول الله رقبتك دي تدردق لك لما تتكيف التزات ويشغل بكم ما جاية فهناك لعب ما في العقيدة دي ما فيها لعب الشيخ محمد بن عبد الوهاب دل عليه اسم الوهابية زاته فيمت جابه بلدية ولا شنو ما عارف قالوا دارين يرمموا البيت بتاع الشيخ جات سيول البيت قدم قال يا أخواننا طبعا الشيخ محمد عبد الوهاب ده عندهم مغيم زي الصوفية هنا موجه عندهم يقول لك أبوي الشيخ البرعي يا سلام ويجيبوا لك أولاده في كتاب الأحياء أولاد البرعي جاب إنهم في معملة الأحياء الدغيغة أنا قلت لهم ديال الفيروسات ولا شنو علاقاتهم مش نيعني فيمت ده هناك مغيم زي ما نحن هنا بغيموا زولك ده محمد بن عبد الوهاب فالبلدية قاموا يستفتوا اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز قال يا أخواننا طبعا محمد بن عبد الوهاب دعية توحيد ولا ينكر أحد فضله وكذا وزول دعا للتوحيد وانتفع الناس بدعوته وكتبه وكذا وما ممكن أخواننا بيته يقع فنحن دارين نرمم البيت انتوا رأيكم شنو طبعا أي خطوة لازم العلماء يتكلموا فيها تقال أي صعلوك بيجي يقول لك هؤلاء رجال ونحن رجال يا ود رجال بتعمين هناك في آيات وحاديث فيمت وما يزول بتكلم جبهجي دار يتكلم فيمت بلاغاتي دار يتكلم أنصار صنة دار يتكلم فيمت يقول لك شط بالفلفل الحار هناك شئناك خدت لك الفلفل ده جوع هناك والله يتقعد تلعب صار صنة بكحلوك بالشطة دي فيمت فقاموا سألوا اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة قالوا طبعا اطلعنا على هذا الخطاب المشفوع كده وكده إلى آخر قالوا وقد قررت اللجنة الدائمة وأوسط بأن يزال بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأن في ذلك ذريع إلى الشرك بالله وصلى الله وسلم على نبينا محمد فيمت صطرين بس شعلوا البيت برا كله نعب ما فيناك يا ظلم انت بتلعب يقول لك بالله ده ظلم عملوا له كده وما قال لو جاب تيكة لو جاب تيكة بيقوموا شنقوبها التيكة بتاعته زاتها فيمت ده شغل البينفع لي قدام طيب فالصوفية دعوة للشرك الصوفية بيقول لك تعبوا ده الله لغاية ما تبقى ينتالله ده موجود في الصوفية فيمت عشان كده القصيدة التي ذكرها لك أخواننا بتاعت القادرية دي ودي الآن موجودة في الدارة السودانية للكتب قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي قال وأعلم نبات الأرض كم هو نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجتي إلى أن يقول أنا كنت في العليا بنور محمد ده الشيخ بتكلم عن نفسه وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة أنا كنت مع نوح أشاهد في الوراء بحارا وطوفانا على كف قدرتي وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي أنا كنت مع راع الذبيح فدأه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي أنا كنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه إلا بتفلتي أنا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدتي أنا كنت مع إدريس لما ارتق العلا وأقعدته الفردوس أحسن جنتي أنا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا وأعطيت داودا حلاوة نغمتي أنا الذاكر المذكور في كل مضمر أنا العاشق المعشوق في كل نعمتي أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة دا عندنا في السودان والناس دار الغاز ينزل مش آخر منتذيات مش كنا قاعدين نتكلم إنه شغل دا بزيد حصل كماسي تزعين وإنت ماشي الولايات دي بكون الله يسترنا ويسترهم في إمتى دا كله سبب وشنوه دا الشريك موجود محمد انتصر إزيليك يقول الشيوخ دي الماسكين الكون كله في إمتى كما في كتاب الكؤوس المترعة في مناقب السادة الأربعة إنت لما تسمع السادة الأربعة تقول معناه ابو حنيفة ومالك وأحمدوا كده لا دا بيتكلم عن عبدالكريم السماني ومين أحمد الطيب كلهم صوفية ساكت ما عندهم أي موضوع دعاة شريك في إمتى قال قال من كرامات الشيخ إنه جوه ضيوف فقال فتش اطبح ليهم ما لقى حاجة قال بعشية قام نادى ولده وقال له أنا خاشي الخلوة أكفل علي الخلوة قفل علي الخلوة قال له بعد دا أفتح زي على الباب واللصوص في إمتى قال فتح الخلوة لقى في خاتم سليمان ولا نجمة داود وتحت قال في خروف عمل النجمة كده بوب طوالي قام الخروف وقام ساقو وطبحوا ليهم اندهل أكلوا داود ولا أكلوا شنو كلب مجرم مستابل في إمتى ولذلك يا أخواننا دا شغل بتاع بتاع سفة وشغل بتاع شرك الناس اللي قاعدين ينشروا فوقهم في إمتى تجي تقول لي كالمذاهب الأربعة الصوفية ذي المذاهب الأربعة ويجوك الجبهجية ينشروا ليك يقول لك يا سلام طبعا الناس اللي هم الناس اللي نشروا الإسلام في السودان الإسلامي هاتوا نشروا في السودان وينو هل دا الشراب بتاع مويت الوضو والطواب بالقباب وتسف التراب بتاع الضريح هل دا هو النشره؟ أقول لي يا أخواننا شغل بتاع لعب ساكن طيب قال هناك مقطع لداعي اسمه مهرام ماهر يلعم في حكومة في خطبة الجمعة وقام جهاز الأمن باستدعائي فكتب على الفيسبوك عندما تم استدعائي إلى جهاز الأمن قلت للمقدم الذي حقق معي لا أشك في أن مزمي الفقيري يدبع لكم فلم يرد يا أخي أقول لهم نجي ذاته قل لنا صلاح قوش الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تخرج على الحاكم أها رأيك شنو؟ ما موضوع هو أنت في الأمن وأنت في الاستخبارات وأنت في الـ CIA يا أخوانا في المشد كلهم فيهم أنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تخرج أنت رأيك شنو يا مهرام ماهر؟ رأيك شنو؟ قل لنا كنت في الأمن وموافق الرسول وانت كنت بغادي وما موافق النبي صلى الله عليه وسلم يا خوانا ده كله شغل بتاع العب ده زوج سرور يساكد مهرام ماهر ومحمد اللمين إسماعيل وغير ومانصار السنة وده كان تابع لانصار السنة مهرام ماهر ده جاء عبدالحي يوسف الرقع عليه قروش دينار سعودي دينار بكم؟ كم وثلاثين مش؟ باربعين مش؟ دينار كويتي باربعين جنيه الدول هيك كم دينار هذول عمك لقى الشغلاني هذي ظريفة جداً ما لوا ما شغلنا زي دايجي هنا ويتكلم في الصوفية ويوم الدوق جرجة في امتى؟ ويوم ساجنينك ويوم بتاع ده قال ما ينفع معنا مش الدعوة بتاعة عبدالحي يوسف في امتى كلها دعوة سياسية وتهييج للحكام على المنابر ومخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فدزل مبتدع مهرام ماهر خارجي على الحاكم من مذهب الخوارج وهو من شر أنواع الخوارج كما قال ابن حجر رحمه الله في فتح في هدي الساري في مقدمة فتح الباري لما تكلم عن لفظة القعدية الخوارج القواعد قال وهؤلاء هم الذين يحرضون على السلطان ولا يخرجون في امتى؟ دزل بيقول لك أمرك وإن القتال في داعش لهو من أجمل هاتلك اللحظات وإنه من أحسن القتال في سبيل الله عز وجل ومن أراد جنة الله فإنما عليه أن يسهب وأن يقاتل مع إخوانه المجاهدين في داعش وإن إخواننا في داعش وهو قاعد بيجاي بعد ما نزل من المنبر دور العربية بتأتوا مشاكل المندي وإنت مسكين تقعد تباري يا سلام داعش ظريفة كويس يقول لك يا سلام داعش ظريفة وقد قتلوا إخواننا وتمشي هناك وتمشي هناك وأبوك بيجاي يقعد يكوس والذي وديته الجامعة بارليه داعش سببه منه زي مهرام ماهر ده ده السبب بتاعه في إمتى؟ قاعد هنا يحرش في الناس وما بيمرك إنت لو راجل ما تمرك الناس الآن قاعدين يحرشوا وامشوا ليه داعش وقاتلوا وسووا وسووا إنتوا قاعدين ليه؟ ليه قاعدين هنا؟ ما تمرك تمشي تكاتل هناك لكن ده يا أخواننا كله لعب لعب بعقول الشباب وده عبارة عن أخواننا مخطط في النهاية بتاع يهود ونصارى تستغل فيه الفرق المبتدعة لضرب الإسلام من داخل الإسلام بدل أن تقرأ يجيك بتاع داعش يعمل لك مصيبة في الجامعة يعني أنا بتوقع والله يكذب الشينا المظاهرة اللي أتجابينا بعد أيام دي أنا بتوقع يجيك بتاع داعش يمشي فارتقوها كلها ديك تهيد كوري ما دايرة حجوب وهي والتبرج بتاعه كلهم في خبر كان يجي فجرين يقول لك وقد نفسها العملية أبو ظعموت السوداني وقد كانت هذه العملية ناجحة يجيبوا لك في الجزيرة وفي غيره بيجاي قفلوا الجامعة وحصلت مشاكل كبيرة جدا فيمتا؟ أخواننا نبهونا إنه الله يكذب الشينا دي ما صح فنحنا نتوب إلى الله عز وجل منه فيمتا؟ المهم ففي النهاية دا بيضيع عليك الإسلام أو دا بيضيع عليك كثير من المسائل التي كانت ممكن تحلها بالدعوتك إلى الله سبحانه وتعالى كويس؟ طيب فالصوفية دي ما من المذاهب الأربعة ولا غيره طيب قال ما حكم من قال إن الرسول هو حركة إسلامية كما قال الكيزان يا ناس دا شنو دا؟ قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام حركة إسلامية أخواننا الكلام دا مبجوز ولو كان من باب الاستهزاء شوف في ناس استهزوا بالصحابة ربنا كشفهم في صورة التوبة مجموعة من المنافقين في غزوة تبوك قالوا دارين نقطع الشارع من باب الاستهزاء يعني دارين نتونس ونفرفش كده لغاية ما نحصل نهاية الغزوة فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبا عند اللقاء فسمع الله سبحانه وتعالى هذا الكلام وسمع صحابي من الصحابة فقال لو أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب فوجد أن الوحي قد سبقه قال فجاء أولئك يعتذرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو فوق ناقته والنبي عليه الصلاة والسلام آخذ بالناقة أو النبي صلى الله عليه وسلم فوق الناقة وهؤلاء يأخذون بخطام ناقته ويقولون يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ولا يزيد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الله عز وجل قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهمت؟ والشعبين ديال قبل كده في جامعة السودان 2007 عندهم كادر اسم عيسى كان بيقولني ليل أول ما بد الركن قال بسم الله والصلاة والسلام على ذلك الكاهن الشاعر قال ولا أصلي عليه إلا لأن الله أمرني أن أصلي عليه دا الكلام دا في 2007 وحصلت فوقها مشاكل كثيرة جدا فدالي أخواننا ناس بيستهزوا بالدين ما بيجوز الاستهزاب الدين ولا بيشعيرا ربنا قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب دا كله من باب اللعب وصية القحطان الله قلوا كلما أنشدتم رحم الإله شداك يا قحطان